تحت عنوان الدولة المصرية في البعدين العربي والإفريقي عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الأول للتنصيقية وكان ذلك على هامش ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوء وخلال الصالون تم استعراض جهود رئيس سيسي في تنمية القارة الإفريقية وتغيير السياسة المصرية الخارجية نحو إفريقيا من النواحي السياسية والاقتصادية وأكد شباب تنصيقية الأحزاب والسياسيين المشاركون بملتقى أسوء أن الحوار والقضايا التي يتناولها التعلي من مبدأ الحوار ما بين الثقافات وبناء جثور مشتركة بين الشباب العربي ومثيله الإفريقية بما يعزز من قيم التفاهم المتبادل بالإضافة لتبادل الخبرات والآراء والمعرفة لمعالجة التحديات والقضايا العديدة التي تواجه الشباب ومساعي تمكينهم سياسيا واقتصاديا واكتماعيا في مجتمعاتهم الوطنية وجاءت مشاركة تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين قوية في منتدى الشباب العربي الإفريقية 2019 حيث حرس أعضاء التنصيقية على حضور الورش التي تم عقدها في إطار المنتدى فتنصيقية الأحزاب شاركت في الملتقى في أربعة محاور وهي تغيير المناخ والأمن والإرهاب والتنمية التكنولوجية وتعد تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي تجمع لشباب السياسيين والأحزاب وتعمل على تحقيق التكامل والتلاحم بين الشباب والسياسيين وتهدف إلى تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وكذلك إعداد وتأهيل كوادر سياسية لديها القدرة على المشاركة في تنمية احتياجات الوطن وأعلاء مصالح الدولة اسرق سعد الحياة اليوم